قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم الكشف عن تنقية صفيا مرابط في قيمة مونشستر يونايتد وليفيربول وثمان يسخر من مشجعين بسبب حكيمي نجم ريال مادريد الإسباني إبراهيم دياز يختار المغرب ولكن لن يشارك في كأس أمم أفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيمي الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار الكشف عن تنقية صفيا مرابط في قيمة مونشستر يونايتد وليفيربول خاض النجم المغربي صفيا مرابط قيمة الجولة السابعة عشر من الدور الإنجليزي الممتاز بين فريقه مونشستر يونايتد وليفيربول يوم أمثل أحد بملعب الأنفيلد وشرك أم رابط طيلة زمن المباراة سواء الأصلي أو المضاف كاسب انتقة المدرب إريك تنهاك ممتنعا عن تغييرها وكشف موقع سكورد عن تنقيط أم رابط في المباراة والذي بلغت 6.2 من عشر في حين نال زميله رافايل فاران أفضل تنقيط في فريقها ونجح مونشستر يونايتد في العودة بنقطة تأمينة على حساب ليفيربول من الأنفيلد في مباراة كانت دفاعية وبطولية من لعب الشيطان الحمر أوسيمين يسخر من مشجعين بالسبب حكيمي صخر النجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي من مشجعين علق على منافسته مع أشرف حكيمي نجم باريسان جرمان وكان أوسيمين تنفس مع حكيمي ومحمد صلاح نجم ليفيربول على جائزة أفضل لعب إفريقية والتي حصل عليها المهاجم النجيري ونشر أوسيمين صورة له مع الجائزة على حسابه بشبكة إكس وعلق أحد المشجعين على الصورة قائلا يستحق حكيمي هذه الجائزة أكثر لمساهمته في قارتنا بقيادة منتخب بلادها إلى نصف نهائي كأس العالم وعاد المهاجم النجيري للرد على المشجع بوضع صورة تعبيرية بها مشنق كأنه يقول له اشنق نفسك وكان أوسيمين ساهم بقوة في فوز نابولي بلقب الدور الإطالي في الموسم الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ فترة طويلة لكن الجميع أجمع على أن أشرف حكيمي أو ياسم بونو هم من يستحقون الفوز بجائزة الكرة الدهبية الإفريقية مهاجم ريال مادريد إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب لكن لن يشارك في كأس أمم إفريقيا سهم إبراهيم دياز لاعب ريال مادريد في فوز الملكي على فياريال بأربع لواحد في الجولة السابعة عشر من الليغة حيث تسجل الهدف الثالث للميرينجي ونجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدامة في إقناع اللاعب إبراهيم دياز بتمثيل المنتخب المغربي إلا أن اللاعب لن يحضر مع المنتخب في نهاية كأس أمم إفريقيا شهر يناير المقبل وينتظر أن يتواجد بعدها مع الأسود في تصفية كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وأكد معلق مباراة ريال مادريد الإسباني وفياريال أن دياز قد قرر فعليا اللاعب للمنتخب المغربي كما قام بتغيير جنسية الرياضية بالفعل وأصبح له الحق في حمل قميس أسود الأطلس في الفترة المقبلة لكن ضغوطات ريال مادريد الإسباني قد تؤثر على عملية تواجده بالمنتخب الوطني المغربي لما بعد كأس الأمم الإفريقية وكان اللاعب ريال مادريد قد متل إسبانيا في جميع الفئات بما في ذلك المنتخب الأول حيث ظهر لأول مرة على مقاعد البودلاء في المباراة ضد لتوانيا مع المدرب ديلافوينتيا بعدما كان إبراهيم بطلا مع منتخب إسبانيا لأقل من 17 سنة ولعب لمنتخب تحت الواحد والعشرين عاما أيضا الياميق يحطم رقما غير مسبوق في الدورة السعودية يوصل الدولي المغربي جواد الياميق تألقه رفقة نديه الوحد السعودي حيث حقق رقما مميزا وغير مسبوق في دور روشن السعودي لكرة القدمة عندما انهزم فريقه أمام الهلال بتنائية نظيفة ضمن الجولة السابعة عشر ووفق الإحصائيات موقع سوفا سكورة المختص في الأرقام والإحصائيات فقد قام مدافع الأسود بتشتيت الكرة في الستة عشر مناسبة وهو أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة في دور روشن والجذر بالذكر أن الياميق قد التحق بالفريق السعودي خلال فترة الانتقالة الصيفية الماضية لمدة موسمين حيث يواصل الدولي المغربي تألقه لإقناع الناخب الوطني المغربي وليد راقراكي قبل خوض غيمار كأس أمم أفريقيا بالكودفور الموسم المقبل تجدر الإشار إلى أن الناخب الوطني وليد راقراكي مودرب المنتخب المغربي كان قد وجه الدعوة للياميق من أجل المشاركة في المعسكر الإعداد الأخير الخاص بمباراة تنزانيا في تصفية كأس العالم 2026 المطيع الويداد فريق كبير ولا نخشى أحدا واجئنا لدار السلام للفوز بالنقاط الثلاثة أكد يوسف المطيع حريص مرمى نادي الويداد رياضي أن فريقه لا يخشى مواجهة أي فريق وذلك خلال المباراة التي ستجمع الفريق الأحمر بموضيفه ستينبا الطنزانيا لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دور أبطال إفريقية لكرة القدم وقال المطيع خلال الندوة الصعفية التي تسبق لمواجهة المذكورة لا نخشى أحدا رغم أن السينبا فريق كبير ويضم العديد من اللاعبين المميزين لكن فريق الويداد الرياضي يعد من كبار الأندية الأفريقية ووصف النسخة الماضية وبطل نسخة 2021 وتبا حارس الويداد خسرنا العام الماضي أمام السينبا في العاصمة در السلام بسبب سوء أرضية الملعب التي لم تكن جيدة نسعى هذه المرة للعودة بالنقاط الثلاث وأتمنى أن يكون الملعب أحسن حالا وأضف يوسف المطيع سينبا هذا الموسم مغير للفريق الذي وجهناه الموسم الماضي بات أكثر قوة وصلبة فوزنا عليه بمراكش ذهابا بهدف السفر وسنفوز عليه في ملعبه إيابا سنحاول التأقلم مع الخطط التكتيكية للمدرب الجديد من أجل تعزيز حضوضنا في العبور لدور ربع نهائي دور أبطال إفريقيا وسيكون الاختبار الأول للتونسي فوز البنزارتي مدرب الويداد الجديد غدا تلتا بداية من الثاني زوالا إذ سيواجه موظفه نادي سينبا التنزانية حيث يتطلع المدرب التونسي للعودة بنتجة إيجابية تعزز حضوض الفرق الأحمر في بلوغ المربع الذهب لمصابقة دور أبطال إفريقيا يذكر أن فوز البنزارتي عاد لتدريب نادي الويداد للمرة الرابعة وقده في وقت سابق لتتوجب الدور الاحترافي وكأس السوبر الإفريقية يشار إلى أن الويداد يحتل المركز الثالث في مجموعته بدور أبطال إفريقيا بثلاث نقاط بعد هزيمتين وفوز واحد على سينبا فيما يحتل فريق سينبا المركز الأخير بنقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين ضد الويداد يذكر أن فوز البنزارتي عاد لتدريب نادي الويداد للمرة الرابعة وقده في وقت سابق لتتوجب الدور الاحترافي وكأس السوبر الإفريقية قبل البداية لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لكي توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدينا أهم عنواني أخبار اليوم الكشف عن تنقية الصفيا مرابط في قيمة مونشستر يونايتد وليفيربول وسيمان يسخر من مشجعين بالسبب حكيمي نجم ريال مادريد الإسباني إبراهيم دياز يختاروا المغرب ولكن لن يشارك في كأس أمم إفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار